يشتكي الناس كثيرا من غلاء الأسعار وتسلط الكفار على المسلمين يعني القتل الذي يحدث في غزة وفي فلسطين عموما وتسلط الكفار على المسلمين ونحن دائما نحمل الحكومات يعني أنهم هم السبب في ذلك وأنا لا أقول ذلك مدافعا عنهم فينبغي أن تكون الحكومات أيضا تهتم بترخيص الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة ولكنني أشير أيضا إلى أن هناك سبب عظيم من أسباب غلاء الأسعار ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين وهذا السبب يعني من أنفسنا وهو كثرة الذنوب والمعاصي فلا شك أن الذنوب كثرت في الأرض والذنوب يعني لها عواقب يعني وخيمة وعواقب يعني كثيرة يعني في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وفي النار والعيذو الله ولكنني أقتصر على عقوبات الذنوب في الدنيا فقال بعض السلف المعاصي بريد الكفر ومعنى بريد الكفر أنه رسول الكفر وذلك أن الإنسان إذا أطاع الشيطان في معصية الله عز وجل فإن الشيطان يعد ويمنيه ولا يرضى منه دون الكفر بديلة يظل يعني في المعاصي حتى يقع في الكفر وقال بعضهم الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل يعني الذنب كان الإنسان جرح ولكن قد يأتي الجرح في مقتل يعني فيكون الذنب يعني سبب لهلاك الإنسان وضيع يعني دنياه وأخيرته كذلك يعني قال بعضهم تركوا الخطيئة أيصر من طلب التوبة تركوا الخطيئة أيصر من طلب التوبة يعني عندما نتورع عن الذنب يعني عندما نقع في الذنب فهذا أيصر من أن نقع في الذنب ونبدأ نطلب التوبة والمغفرة من الله عز وجل وقال بله ابن السعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت وبعض العلماء يقول بأن سائر الذنوب كبائر وإن كان هذا يعني مخالف لما عليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا لقوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمة فشرأ إلى أن الذنوب فيها كبائر وفيها صائر وضع العلماء علامات للكبائر منها اللعن ومنها التواعد بالنار ومنها النص على أنها كبيرة أو موبقة اجتنى مستبع الموبقات أو تشفيه العمل بأنها كبيرة أو الترض من رحمة الله أو غير ذلك يعني من العلامات التي يعني تشير إلى أن هذا الذنب بين الكبائر ولكن ليست هناك يعني حدود واضحة بين الصغير والكبائر حتى يجتنب الناس كل المعاصي رجاء أن يجتنبوا الكبائر كما أن ليلة القدر غير محددة يعني بالضبط في العشر الأواخر من رمضان يعني حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر كذلك ساعة الجمعة يختلف العلماء فيها أنها غير محددة بنص نبو يقاطع فمن أجل أن يجتهد الناس في الدعاء طوال يوم الجمعة فكذلك يعني ليس هناك حد فاصل بين الكبيرة والصغيرة حتى يجتنب الناس سائر المعاصي طلباً لاجتناب الكبائر ويقول قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار يعني القرآن بيهن لنا ما هو الداء وما هو الدواء فالداء هو الذنوب والدواء هو الاستغفار إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داءكم فالذنوب وأما دواءكم فالاستغفار وقال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فأي بلاء لابد أن يتسبب فيه الإنسان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والحسن وأن المراد بها النعمة يعني النعمة تأتي محضة بالفضل من الله عز وجل دون أن يقدم العبد لهذه النعمة والعقوبة أو البلاء لابد أن يقدم له العبد أن الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه ويقول ابن الخيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي أي شر في الدنيا أو في الآخرة سببه الذنوب والمعاصي قال فمن الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والصرور إلى الدنيا دار الشرور والألام المصائب ومن الذي مقت إبليس ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدة وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى وهان على الله غاية الهوان وسقط من عين غاية السقوط وصار خوادا لكل فاسق وظالم ومجرم رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك قال وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق يعني سفوح الجبال قال وما الذي أرسل على عاد الريح العقيم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فطرى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وكانت عاد عمالقة وكانوا يقولون يعني من أشد مننا قوة يعني زي أمريكا دلوقت يعني تظن هي أشد الناس قوة وتكنولوجيا وأموال وأسلحة فالله عزيز يعني أهلكهم وأذلهم بريح بهواء فأرسل عليهم ريحا صرصرا يعني لها صوت يعني فكانت تحمل الواحد منهم إلى السماء ثم تغذف به على الأرض فانكسر رأسه ثم تدخل ريح في جوفه فتسلت ما في جوفه فصاروا كأنهم أعجاز دخل خاوية فهل ترى لهم من باقية قال وما الذي يعني أرسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم صاحفهم جبريل صيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم قال وما الذي رفع قرى اللطية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها فجعل عليها سافلها ثم أمطرهم بحجارة من سجيل المنضود مسوامة عند ربك للمصفين ولإخوانهم أمثلها وما هي من الظالمين ببعيد